انطلقت عملية التعداد والإحصاء التجريبي في دهوك بإقليم كردستان تزامنا مع كل المحافظات في عموم العراق مدير دائرة الإحصاء في دهوك تشيافان عبد الرزاق وخلال مؤتمر قال العملية ستشمل ثمان مناطق هي قضاء سيميل غربي دهوك وموزع بين الحضر والريف والغرض والهدف من كل ذلك التأكد من صحة الأجهزة ومعرفة قدرات الكوادري والباحثين بعد اجتماع اللجنة العليا لإجراء التعداد في محافظة دهوك يوم أمس برئاسة السيد المحافظة تم توجيه جميع المؤسسات للتعاون مع فرقنا لإجراء التعداد لأن هذه العملية هي أول خطوة عملية تمهيدا لإجراء السكان الشامل في العراق وإقليم كردستان تم اختيار عدة مناطق من كل محافظة لإجراء هذه العملية التجربية والغرض منها هو التأكد من عمل الأجهزة والآلية المتبعة ولمعرفة قدرات الكوادر والباحثين وبدأنا بأربعة أحياء داخل قضاء سيميلة إضافة إلى أربعة قرى من القضاء نفسه والعملية ستستمر لمدة أربع عشرة يوما وسنبدأ برسم الحدود أولا لهذه الأحياء ومن ثم ترقيم الأبنية وبعدها تبدأ عملية ملء الاستمارات الشخصية للعوائل كافتان